مشاهدينا في قلب منطقة مربح في إمارة الفجيرة أسس ضيقنا متحف للتراث البحري جمع فيه عدد من المقتنيات البحرية النادرة وجعل من متحفه واحة للذاكرة البحرية والتقاليد العريقة لدولة الإمارات العربية المتحدة فعلى مشاهدينا فهو شغوف بالتراث البحري والذي جعل من حلم حقيقة وأمر واقع دعونا لاستكشف معاكم هذه الرحلة الملهمة في تأسيس هذا المتحف المتميز وكيف تمكن بالفعل من جمع مقتنياته النادرة اللي تروي حكايات الأجداد مع البحر رحبوا معنا بظيفنا في الستيديو الأستاذ محمد عبدالله هارون مؤسس متحف التراث البحري مساك الله بالخير حياك الله ويانا أول شي بسم الله الرحمن الرحيم مساكم الله بالنور ومشكورين على الاستضافة بالستيديو الفجيرة وحبينا نعرض عن المتحف ونعطيكم معلومات عن المتحف الموجود عندنا محمد وحبنا نعرف عنه أكثر فلو تخبرنا من وين يتك فكرت متحف يهتم بالتراث البحري في الإمارات طبعا هذا نفس متوارثين البحر يدي أهل في البحر وعنده متحف أصلا في مربح موجود والوالد نفس الشي ومن الصغر نحن كنا وياهم على البحر وتعمقت معهم في البحر والحين دخلوا على مجال التراث ودخلت وياهم بمجال التراث وحصلت دعم من يدي ودعم من أبوي سوى لي ركن في البيت حق المتحف وتجيئ الشباب للمتحف واكتمل قطعا شجعك على هالفكرة ورحت وانا بحثت عن البحر زيادة وحصلت أشياء في البحر غصت على المحار حصلت لولو طبيعي وعرفت عن لولو الزراعي وعرفت سوال في الأوليين هذا محمد هذا السؤال الصراحة فأسألك إذا ما شاء الله عليك نحن اليوم نتكلم عن المتحف متحف في مقتريات أثرية في معدات في أمور في أشياء صعب أنها تتحصل كيف أنت قدرت تتمكن وتمكنت أن تتحصل هذه الأمور والله أنا أول شيء حصلت أشياء من عندي يدي ومن عند أبوي هم متوارثينها هدوني عني يعني مثلا عنده نفس البرغام عنده كذا عدد أعطاني عدد عشان أبدي بالمتحف اللي عندي أبوي سوالي وعلمني كيف نسوي المحامل في البيت الشاش الاطراقة الاروابة تعلمناها يعني هالأشياء نقدر نسوي الليغ في البيت الشبك اللي هو الشبك وش اسمها مثل ما تقول يعني يعني ما شاء الله العائلة اهتمينا بالبحر أيوها ما شاء الله إليكم أبوي شافني حاب بالشيء راح يعني عندني ركن في البيت الزراعة لغاها وسوالي ركن للمتحف وانحطيت فيه أشياء وش مرين علي وفيه ناس يعني يزوروا المتحف طيب يعني ما شاء الله الأشياء اللي جمعتها محمد أكيد أشياء نادرة وكلها مقتنيات تعود للتراث البحري شو أكثر التحديات اللي حصلتها وانت قاعد تجمع وتدور وتبحث عن هذه الأشياء والله أكثر التحديات أكثر التحديات اللي حصلتها تقدر تقول اللولو تعمقت باللولو حتى من أسامي اللولو من الأحجام الكبيرة للصغيرة عرفت أساميهم وكيف قلت ما شاء الله يعني كان أكثر تركيزك على جمع اللولو على الجمع اللولو بمختلف أنواعها دخلت على الطواش وكيف كان يروحوا الغوص قبل وعرف الأسامي وعندي قصص عن الغوص بعد ما شاء الله الأوليين كيف كانوا الأجدال يروحوا وتعمقت وأسألي يعني أخذ معلومة عن يدي أخذ معلومة عن النوخ هذا ومننا ومننا معلومات وجمعت معلومات والنهمات يوم يطلعوا الصيد الغوص على اللولو كتبت النهمات شو النهمات اللي كان يقولونها النهمات يعني مثلا يوم بيطلعوا على الغوص كان يقولوا باولم باولم مثل ما تقول صلوا على النبي أهل الديين الديين اللي هو اللي شلوا فيه نعم يقولوا لي صلوا على النبي أهل الديين ويستعدوا ويصعد النهام على الشراع وينادوا عليهم يعني كلمات كل نوخ هذا عنده نهام نعطيك العافية أكيد والسؤال هنا يعني محمد كيف قدرت تحافظ على هذه المقتنيات مقتنيات قدرت تحافظ عليها أول شي أنا كنت مسوي الركن خارج يعني مكان مفتوح مجرد سبلة نحن نقول عنها دعا نعم فأنا كنت وصلتني أغراض ثمينة يعني ما تتحصل فشو اضطريت أني حطي الأغراض في الميلس فعانيت شوية من نحن بيون ضيوف وما عرف شو وانت محط لنا الأغراض كذا يعني الميلس تخيل ديكوري ديد ومنها ديكور تراث فعانيت من هالشي وبعدين يعني لو قالت شجعني قال لي خلاص الميلس عندك وشوف بس لا تقول يعني ما بيون ضيوف بيون ضيوف بيونسوا في الميلس هالشي اللي عانيت يعني منه والحمد لله يعني فأنت فكرت بهالطريقة محمد كيف تحافظ على هذه القطع أو نقول الأشياء الثمينة أنت ذكرت محمد أن أنت ما شاء الله قعدت تبحث في قصص من الأجداد وأيضا من الآباء أكيد في بعض القطع تعود لقصص أو ترتبط بقصص معينة تراثية لو تذكر لنا بعضها وشو أكثر القصص بالفعل اللي كان لها تأثير كبير عليك القصة اللي كان عليها تأثير مثل ما تقولي في قصة يعني أكثر شيء بالغوص حصلت قطعة قطعة من المحمل اللي اسمها الميل ميل الصدر الميل اللي قدام هاي حصلتها عندي في المتحف في المتحف وشخاص وهايدين قالوا يعني نباها وكذا فأنا كنت محتفظ عليها ونخلنها في المتحف وعندك عظمة الحوت بعد نفس الشيء هالأشياء يعني قمت أروح للبحر أبحث أبحث بالبحر نحصل هالأشياء طيب محمد في تعاون بينك وبين الناس اللي في المتحف الفجيرة مثلا يعني الحين أنا مثلا حصلت أشياء في البحر خلنا نقول الأصداف في أصداف نادرة في دولار البحر إذا تعرفوا من فئة النجوم حد يسميه دولار البحر أو الريال عرفت كيف يطلع بالرملة أبحث عنه حصلة فالناس يوم شاهد شاهدت شيء غريب محصل يعني ها موجودة عندنا في الناس ما تعرف عنه في ناس عندنا متاحف كانت تقول يعني نبنس وتبادل وياك دام عندنا عندك دولار واضح أنا كان مواطن وعندنا الشغف هذا في حب التراث وتراثنا أكيد تراث الإماراتي وكذا فليش ما نتعاون مع الجهات الرسمية الجهات اللي موثوقة بما معناه أنا ما عندي مشكلة أني أنا أفتح مثلا في بيتي متحف صغير شديع على قذي ربعي لأهلي للناس أنا فتحتك هواية وكذا ولكن بعد يفترض علي أني أنا أساهم في دعم الدولة في الحفاظ على المقتنيات حاضرين طال أمرك دايانة الدعم إحنا مستعدين بالعكس نشجع بالعكس أكيد مية في مية الجهات الحكومية أكيد رح نشجعونك الجهات الحكومية وخاصة بالآثار والأمور مثل هذه والمقتنيات الأثرية صحيح يكون فيه تعاون فيه تعاون فيه دعم وما عندهم مشكلة بالعكس ليش لأن هي خلنا نقول الجهة الأولى بالمحافظة على هذه المقتنيات أنت عارف اليوم المقتنيات هذه مش رخيصة مش بسيطة فالواحد ما يصدق على الله أن يلقاها فالحكومة هي أولى بالمحافظة لذلك أنا كم وطن من واجبي الوطني وحسي الوطني أني أنا لقيت مقتنيات أو كذا أو عندي أروح أعطيهم إياها وأسلمهم إياها هم أدرى بالمحافظة عليها مع الاحتفاظ طبعا مع الاحتفاظ فهم لكن هذا هناك يكون فيه أسلوب رسمي فيه أسلوب رسمي وفيه يعني مثل ما تقول نظافة في المكان طبعا نحن والله يعني كيف أقول لك في منطقة مربح في عندنا زواري وأجانب يدي عنده سبلة على البحر الأجانب يومية يشوفوا يستغربوا وأبوه يكون هناك يقول أنا أروح عندهم عندي في البيت أشياء أصداف يشوفوا يأخذوا صور يستانسوا على الأشياء حتى يبوا يشتروا يتعرفون على التراث البحر يتعرفوا يبوا يشتروا وكذا فما كنا نبيع وهابس حلو تخلي الناس تطلع أكثر على هذه المقتنيات الثمينة نفس ما قال علي أكيد يجب أن يكون هناك تعاون بينكم بين الجهات الحكومية ومشاء الله ويت شباب إماراتيين ويت حتى من كبار المواطنين عندهم متاحف في أمور أخرى مختلفة غير التراث البحري أنت قلت أكثر شي تحب تجمع اللولو لكن نكلمنا بعد محمد عن المقتنيات الأخرى خلينا نقض الناس اليوم في جولة إلى متحف عن المقتنيات بدنا نطلع شوية عن البحر أول ما سويت المتحف كلمتني حرمة كبيرة من أهالي مربح قالت تقول أنه عندي من يام عرصي عندي منحاز المنحاز ذات عرف منحاز طبعا تقول أنا محتفظة فيه من يام عرصي هي مبيدة يعني أمرها ما شاء الله فوق الثمانين مبيرة في السن وكانت تعطي عيالها وكانت تقول أنها تحتفظ فيه في المتحف عندك يعني هذا الشيء من الأشياء سعرها رخيص بس كأثر أثاري ويعود لأن شيء حتى نحاسه قوي قوي حطيتها والله في المتحف الأشياء مثل هذه محمد لا تقدر بقيمة لا تقدر يعني أنا أقول لك الناس الآن تقول أنا محازم ناخذ خمسين وستين درهم لكن أنا خذيت أنه عمره كبير وحتى لو تشوف لونه وشكله تعرف قديم طب ما هي الأشياء الثانية الأشياء الثانية مثلا الأشياء البحرية الموجودة عندك من الأشياء المختص بالتراث البحري عندنا الأدوات التي تصنع فيها المحامل القدوم المقدح المقدح تعرف البديل الدرير نعم المقدح موجود عندي القديم والقدوم اللي حفو فيه المحامل نعم وعندنا بعد المفلقة القديمة والمحاسة اللي تسوي الحبل المحاسة تسوي الحبل نعم أيوة المحاسة هاي موجودة عندي ماخذنها من عندي يدي ويدي موارثنها من عند أباهو كلها أشياء بحرية حبتين ثلاث حبات بعد لو تشوف يعني شيء بسيط بس يعني الحين لو تحطيها نستخدمها وكيف نصنع منها طيب محمد نحن كنا على اليابسة ونتكلم على اليابسة ومتحف وغيرها خلنا نروح شوي وإياك ندخل في الموية وفي البحر ونسأل محمد أيضا هذا سؤال على الصعيد الشخصي طبعا خذ راحتك الله يسلمك الله يريحك ونقول محمد تطلع البحر تروح أنت ذكرت قبل شوي أنك أنت تغوص نغوص نعم الغوص نعم الغوص اليوم مثلا حد من شيابك يكون نغاص وياك هو اللي يعلمك والله من أيام الصغر كنا نروح ويا يدي البحر ويا أبوي هم في البحر شراكة يدي وأبوي في البحر شراكة فحنا من الصغر وياهم في البحر ويدي كان يغوص يغوص يطلع من أيام زمان يروحوا من هنا لين دبي على تكرم حمار أو جمل نعم ويا كيف هناك النواخذ الكبار يتحق فيهم يروحوا على الغوص فيكلمنا عن الغوص وعن البحر وحبينا الشيء الغوص أول يوم سألتم ما سألتم محمد الغوص أول سألتك كل شيء نفس اليوم لا لا كيف يختلف حتى العمق يمكن يختلف يختلف حتى النفس يختلف يعني يوم يقول لي يقول لي ينا ثلاث دقائق تحت الماء أنا أقول مستحيل أنت تقول مستحيل ثلاث دقائق قبل كانوا يتحملون كل شيء قبل يتحمل ذات دقائق يقول لي يعني حتى قال لي سالفة إذا تباني بقولها لك سالفة طلعوا الغوص نعم وهي نوخذة عندهم في الغوص يعني عندهم النوخذة النوخذة الرئيس المحمل تحت النوخذة منه يكون المجدمي المجدمي نفس النائب بديل النوخذة يعني إذا إذا صار شيء ولا شيء يكون هو المجدمي يقول كنا طالعين غوص اللي يطلع يعني أنت يوم تطلع غوص قبل تطوع ويا نواخذة يعني ما تعرف ويا منه تسترزق اليوم نأخذ فلان احنا من روح نطلع وإنت بتطلع ويا أنا ما عرف كنت ما تعرف نو هذا ويتعرف في البحر وعندهم النهام وعندهم الغويس والفوق اللي يمسك الغويس اسمه السيف اللي يصحب على المركب يغوص تقريبا ساعتين يقال لي يغوص ساعتين رايحين رادين طلعوا عليهم محار ويصعدوا محار ويطلعوا حين يوم يسألهم النوخذا النوخذا يقعد فوق يراقبهم كامل يسألهم المجدمين فلان كم حصلت يقول خمس هذا قال لي كم حصلت ست واحد من الغويس قال لي السيف كلها سبع قال لي حصلت سبع ويشايفين أنه محصل أربعة أو خمس قال لي السبع قال سبع لكي تكافؤ أنه يكافؤ أنه غويس وأطلبه ويب قال لي سبع قال لي سبع خلّهم خلّهم يوم خلّصوا طلعوا فوق يرتاحوا قال لي هم ترأي بطوف عليكم هو لم يتعود يعني يطوفع فلان وفلان يأخذ كلمتهم بس شافوا بعينه قال لي تعال عندهم في الغوص رحلات الغوص العقاب ما لهم كيف اللي يكذب أو لي يسرق أو كرامة يأخذ المحار المحار مسنن من الأطراف يعني حاد يحطيه بالفانيلة أو باللوزار ويلفهم يخليهم على البطن كل ما يتحرك يضرب على البطن هذا نفس يعني هذا العقاب عقاب أنك ما تسوي هذا الشيء أو ما يرجع يكذب مرة تانية خيبها ما بأعقابها لا هذا العقاب الأوليين سنينة من جدامها بتقطع هذا العقاب الأوليين يعني خلاص يعني من تتحرم أنك تسوي هذا الشيء حلو أنك قاعد محمد تتعلم فعلا وتأخذ من يدك الله يحفظه ومن الوالد تسمع وتأخذ مثل هذه القصص عندك نقول خطط مستقبلية أو أفكار أنك تزيد من أقسام المتحف أنك تكبرى أنك تتيب بعض أشياء خاصة بالتراث نقول البري للإمارات أو تجمع أشياء أخرى غير التراث البحري أنا كنت ببداية مركز على التراث البحري فحصلت ناس يعني تبقى شيء من البحر وما عندها هي من البحر يعطوني أشياء من البر وعطيهم من البحر يعني الآن أنت عندك مثلا خلنا نقول صورة الطاووس القديمة إذا تعرف فالتي تحط في البيوت نعم أنت عندك ثلاث وقدامة تبقى من عندي مثلا عظمة حوت أنا شعب الصورة تقول لا يا الله خلاص بالله التبادل صار عندي متحبري وبحري مثل ما أقول لك الحرمن اللي عضتنا من حاز فجمعت بين اثنين فعادي أنك تزيد محمد عادي أني أزيد نعم عادي أنك توسع من المتحف مستقبلا حطيت مننا البري ومننا البحري غراش البيبسي القديمة عندك السكتات القديمة الدائرة الباب القديم ما أخذ من أهالي منطقة رأس الخيمة ووصلتني بعد الجامع القديمة قديمة قديمة محتفظ فيها محتفظ فيها كم سنة صار لك محمد والله ما وائد أنا كنت لعب كرة قدم فمن ياتنا الإصابة ابتعد من الكرة واتجه وين كنت لعب أنا كنت في الشاطئية في المنتخب ونادي الأهلي وقابل في العروبة في اللفجيرة في كلبة بالخور أخير مرة توجهت لها المجال الترافية حتى تكلمت فيها شيوء شيوء طويل عمر وكذا كان فيه تجيئ وائد وائد تجيئ ماشا الله أصلت هدية من الشيخ حيثم حيثم القاسمي نعم كنت لعب كرة ونفس الوقت كنت في الكرة وكنت في الشغف في البحري نعم كرمني وقلت لنا لي الشرف أنك توقع لي وقع لي على القميص وقال لي هذا القلم لك هدية نعم خضيت القلم والسنة اللي بعدها نفس الشيخ خضيت كرة عشان يوقع لي وقال لي أنا عرفك ونيود هالقلم الثاني حين عندي قلمين من الشيخ ماشا الله ماشا الله تستاهل طبعا هالتكريم أكيد واليوم نحن سعدنا فيك حقيقة ما تقصر والله وانا لي الشرف أن أطلع بقناتكم والبرنامجكم الطيب الله يسلم كيعطيك ألف عافية أكيد مستاذ محمد عبدالله هارون مؤسس متحف التراث البحري شكرا جزيلا لك على تلبيتك الدعوة وحضورك معنا العفو الله يعافيكم أول شيء وأنتم المشكورين أنكم تابعتوا هالشيء وعلى أطول استدعتوني تقريبا كان مشاركتي بالملتقى الحرفي يمكن من مدة يوم أو يوم ونص وعلى أطول تواصلوا معاي الطاقم عندكم قالوا لي إحنا حابين نستضيفك كذا كذا من هالكلام واجبنا يحمد فأدأت طلبكم ويت إن شاء الله الله يسهل